السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم في قناة سيفل فوريو ان شاء الله باذن الله النهاردة هنتكلم عن ازاي احول السوبر إليبيجان الجاد بتاعي الى سيفل وان شاء الله باذن الله هنشوفوا المرحلة دي بابسط ما يمكن ان شاء الله ومن غير حتى نسبة خطأ ولو 1% باذن الله ازاي هقدر اعمل كده ان انا اول حاجة ان شاء الله عشان اجي اعمل سوبر إليبيجان سيفل لازم يكون عندي فانا جايب لكم المساره عشان نحاولوه الى اللايمنت ونبدأ نزيره السوبر إليبيجان وازاي اقدر اخليه زاي السوبر إليبيجان الموجود عندي في الكاد ده ده سوبر إليبيجان كاده ولو قابت دي وعبارة كلها عن لينوت تمام عبدأ اعمل الكلام ده ازاي ان انا اخدوص من اللايمنت اقول له كرية اللايمنت للبولي لاين اللي قدام مني ده وهو ده الاتجاه بتاعي تمام اقول له وليكن ده اسمه وعديله الستايل ده فعبدأ اخشي نهو اقول له انا الجيومتري بوينت دي مش عايزها وخليلي الكلام بشكل عمودي وعقول له اوكي وعقول له شيل الكيرب ده انا عايزة تحتفظ لي بالمساره وامسح لي البولي لاين بعد ما تحوله الى اللايمنت تمام ثاني مرحلة عشان ابدأ اعمل السوبر إليبيجان عبدأ اضغط على اللايمنت بتاعي ومن سوبر إليبيجان اقول له وعبدأ اختار اي كيرب دي عندي موجود نهو وقل له انا عايزة اعمل add station وعبدأ من عند station البداية اللي هو station zero بالنسبة لي افعل ال end point واقول له تمام وعبدأ برضو اضيف station تاني وهو عند نهاية ال end station بالنسبة لي فافعل ال end point واقول له افعل ال end point انا اسف افعل ال end point هي متفعلة بس هي بتعلق شوية افعل ال end point واقول له تمام وعبدأ ادوس اوكي طيب انا دلوقتي عايز ازهر السوبر إليبيجان ازهره ازاي بمجرد ما انا اضغط على ال alignment واروح من سوبر إليبيجان اقول له create سوبر إليبيجان view تمام وعبدأ ادي له اسمه وليكن اسمه rd طب احنا ينهو في القطاع العرضي بتاعنا وهو اغلبية الشغل اللي بنشتغله به ايه هو اللي انا بشتغل به outside lane ويه بشتغل به outside lane في اتجاه lift وفي اتجاه right فانا هنا اهو بالنسبة للي اخليه معمولة عليه check هو lift outside lane والright outside lane فبالنسبة لل lift inside lane دي عاشيلها وعاشيل اي حاجة موجودة عندي هنا فانا اللي عندي موجودة هو هو lift outside lane والright outside lane وعبدأ اديله لون بالنسبة لعشان يبقى مطابق لين اهو فالlift outside lane واللي اكون عددله لون السيان والright outside lane عددله اللون الاحمر تبقى للكلام اللي موجود عندي وملحوظة مهمة جدا انه انا بشتغل ابدأ اللي انا اشتغل على واحد واحد الاول فانا هنا عبدأ اشتغل في اتجاه lift وعبدأ ادوس اوكي وعبدأ انزل هنا هو اللي يكون على الاكستنشن عندي هنا من عند الاند بوينت هنا وعبدأ انزل عند الاكستنشن بالنسبة لي تحت كده وابدأ ادوس تمام طب السوبر اللي بيجن ظهر عندنا بالستايل ده ليه عشان ده تنبليت لو حضراتكم ان شاء الله محتاجين وتقدروا تتواصله معايا ويه تحت امركم بإذن الله طب انا اعمله بنفس الشكل واقول له انا عايز في الوبجيكت ستايل خليه بالشكل البيزيك العادي طب عشان ابدأ احول زي ما احنا كنا بنعمله في البروفايل لازم اخلي السوبر اللي بيجن بتاعي ده مطابق للسوبر اللي موجود هنا طب ده هعمله ازاي من خلال انا هنا عشوف هو هنا ماشي كل خمسة متر فانا هنا لازم في يوب روبرتز وعخش على الخصائص بتاعتي وفي الهوريزنتل اكسيز واللي يكون انا عاملها لكم اشان دي هتتعامل في البوتوم بس انا هنا عاملها لكم من السامري وعقول له في التوب اكسيز خليها لكل خمسة وفي البوتوم اكسيز خليها لكل خمسة وعبدأ ادوس تمام ونقطة تانية هنا انا في الجراف هخليها مش زي ما هو وعامل كل خمسة لأنا هخلي المتر بمتر عادة 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 اشوف الدنيا هتبقى بالنسبة لي عاملة ازاي فعبدأ ادوس ابلاي اوكي طب علاءة بالنسبة للكتابات هنا دخل كلها بعض هعدل دي ازاي عن طريق اللي انا اقل الاسكيل ولكن اخليه واحد الى 250 يبقى انا كده اول مرحلة بالنسبة لي عملتها اللي انا زبط ال الخطوة التانية اللي انا اصبط ال فانا لو جيت اخدت من عندي من عندي الزيرو الى الواحد على ايه هناو عندي باثنين متر ونص طب ازاي خلي السوبر المطابق لده عن طريق اللي انا اضغط عليه وعقول في السوبر انا هنا خليته كل متر وليكن انا هناو عايز لو انا جيت اخدت السوبر اللي بيجن بتاعي ده وفعلت معايا ال وخليته وليكن مثلا هنا عند ال اتنين وليكن انا هناو خليه انا لو يكن هناو خليته عند ال اتنين هناو بالزبط تمام وجيت اخدت من عند الزيرو الى ال اتنين دي او خليها عند الواحد على ايها ظهر عندي بخمسة وعشرين سنتي يبقى انا اصبح انه ال خمسة وعشرين سنتي اللي موجودين على الخريطة بيقابلوا واحد في السوبر اللي فيجن بتاع السيفل طب ازاي اقدر اخليه يلتزم بالتنين متر ونص عن طريق معادلة رياضية بسيطة انا اعملها لحضراتكم ان انا عندي ال خمسة وعشرين سنتي اللي موجودين على الخريطة دول بيقابلوا واحد في السكيل بتاع السوبر اللي فيجن السيفل يبقى ال 2 متر ونص لو انا عايزهم موجودين على الخريطة عندي هيبقى عبارة عن اكس فال اكس ديها تبقى عبارة عن 2 متر ونص في واحد على الخمسة وعشرين هل يطلع لبيه عشر فعبدأ اخش على السيفل بتاعي عندي انا هو واضغط على السوبر اللي فيجن واقول له من سوبر اللي فيجن فيو بروبيرتز اقول له في الخصائص بتاعتي خليلي الجراف خلهولي كل عشر وابدأ ادوس ابلاي واوكي عبدأ انا لو جيت شفت وجيت من عندي من عندي الزيرو لحد الواحد على ايها جايبة معايا نفس ال 2 متر ونص اللي انا كنت بتكلم عليها يبقى انا كده جاهز ان انا اقدر شفت السوبر اللي فيجن بتاعي اقدر اشفت السوبر اللي فيجن بتاعي ازاي بمنتهى البساطة انا انا عندي تغيرات انا اسهل حاجة عشان تحترم التغيرات دي وعشان تبقى الدنيا معاك تمام ان انت افجر الشكل البولي لين ده وابدأ ادي كل حاجة بالنسبة لك لون فانا ده وليكن ادي اللون المجين ده عند المتغير ده ادي اللون الويد ده الابيض وعند المتغير ده ادي اللون وليكن فلاش الاحمر خلي اللون الازرق وعند المتغير ده دي اسهل حاجة انا بوريكم الكلام من ده عشان تبقى ماشي انت ما عندكش نسبة يعني نسبة غلط ولو حتى واحد في المية فعنا نبدأ هنا نشوفه لون تاني وليكن اعديله اللون ده وآخر متغير بالنسبالي عديله وليكن اللون ده وليكن اعديله اللون ده تمام تمام وابدأ انا ينهج منطقة البساطة اخذ كل السوبر إليبيجن اللي في اتجاه الليفت ده اعلم عليه كده هو كله تمام وابدأ عقده كوبي طب عقده كوبي منين عقده كوبي انا ينهج طلما زبطت الدنيا يبقى المكان اللي عقده منه وهو المكان اللي انزل عندي هنا فانا ينهج عقده كوبي منين عقده كوبي انا ينهج من عندي من عندي الزيرو تمام وعقده ينهج بمنطقة البساطة اودي عندي الزيرو عندي هنا اهو انا هنا عقده اودي عندي الزيرو عندي في المكان ده ألاقي أنا بالنسبة لي هو ده السوبر إليبيجيان الكاد وده اللي أنا بالنسبة لي السيفل اللي أنا عايز أحوله فأبدأ بمنتهى البساطة أضغط على السوبر إليبيجيان السيفل بالنسبة لي وأبدأ أخذ من هنا هو ونزل عند الواحد يبقى دي كده أول حاجة طب أنا هنا هو عندي هو ماشي الحد الواحد لحد فين أنا عشان كده أقول لكم تغيروا الألوان عشان تبقى العملية بالنسبة لكم سهلة هو ماشي الحد استيشان متين يبقى انا هنا لازم بالنسبة لي اضيف station 200 ده طب اضيفه ازاي عن طريق اللي انا اضغط على السوبر اللي فيجن بتاعي واعقف على العلامة دي واقول له انا عايز اضيف add critical station طب عايز تضيفها فين اقول له انا عايز اضيفها عند المتغير ده اللي هو بالنسبة لي station 200 فعبد اضغط انه هو عنده يبقى انا اول ما اضغط عنده عايز ظهير لي ان انا اقدر اعدل في السوبر اللي فيجن بتاعي اللي موجود عند الستيشن ده فعبدأ اخده من انه هو وطلعه عند ال end point اللي موجودة هنا اصبح انا هنا عملت اول مرحلة بقيت العملية مطابقة طب تاني متغير بالنسبة لي موجود فين موجود عند station 250 فعبدأ بمنطقة البساطة اضغط على الستيشن بتاعي واقول له على العلامة دي انا عايز اضيف station تاني الستيشن ده موجود عند المتغير 250 وعبدأ اضغط تمام تمام فعبدأ اخد بالنسبة لي ده السوبر اللي فيجن انه هو وطلعه عند ال end point اصبح انا كده وعملت المرحلة التانية طب انا بعد كده عندي متغير تالت فين عندي متغير تالت عند station 340 فعبدأ اخد الستيشن بتاعي هنا من عند ال 250 واقول له انا عايز اضيف واحد تاني عند اللون ده اللي هو ال 340 وابدأ اخد السوبر اللي فيجن عندي اطلعه بالنسبة لي هنا عند ال end point احطه بالنسبة لي في المنطقة دي بالزبط طب عندي متغير تاني فين عندي متغير تاني عند station انا ده الوقت المتغير التاني عندي عندي عند station 420 فعبدأ اضغط على السوبر اللي فيجن بتاعي واقول له انا عايز اضيف من عند station 340 لحد station 420 وابدأ اخد السوبر اللي فيجن عندي انه هو وابدأ اطلعه عند ال end point بالنسبة لي في المنطقة دي اصبح هنا كده انا اسف نوقف انه هو بس انطلعه عند ال end point بالزبط ابدأ اطلعه هنا عند ال end point بالزبط ابدأ اطلعه هنا انا بالنسبة لي ايه المرحلة دي كمان اعملتها يبقى انا للسعلي الخط ده وده وده طب انا هنا عندي متغير تاني عند station كام انا مش عارف ال station ده وليكن كام بمنتهى البساطة عاجي اقف على السوبر اللي فيجن بتاعي واقول له انا عايز ادي في station عايز اعمى دي في station عند ال end point اللي موجودة هنا هو بتلقائع يطلعه اللي هي 487 ويه 97 لو جيت بسيطة عليها هنا اتلاقها هي 487 ويه 97 فابدأ اقول له انا عايز اخد السوبر اللي فيجن بتاعي ده ويه اطلعه من عندي من هنا ويه اديه عند ال end point بالنسبة لهن ويه اقف للديناميك انبوت انا مش محتاجها كده خلاص طب عندي متغير تاني فين عند برضو مش عارف ال station هنا كاما اشان انا اعملها كل خمسة متر فمش باينة فابدأ بمنتهى البساطة اقف عند السوبر اللي فيجن بتاعتي واقول له انا عايز اضيف station كمان عند النقطة ال end point اللي موجودة هنا فعيقول لي ده 529 طب ابدأ اراجع هنا اهو على ايها فعلا 529 يبقى انا كده ماشي 100 مية فابدأ اضغط عليه هنا هو واقول له انا عايز اطلع بالسوبر اللي فيجن هنا لحد منطقة ال end point بالنسبة لهن طب لسه لي ايه لسه لي اخر مرحلة وانا كده كده لو افتكرت وكد فيه لما عملت في ال ad curve دخلت بداية ال end point فانا كده كده ال end point على ايه عندي موجود فابدأ اخذ من هنا وحط عندي عند ال end point اللي موجودة هنا اصبح انا شفيت بمنتهى البساطة ومنطقة تلقائية بصوا الخط السيان بتاع السوبر اللي فيجن مش باين طب لو انا جيت وقفت على الخط ده فعملت له draw order back ونزلته تحت على السيان بيظهر معاه مطابق بالزبط طب لو وقفت على اللغدر ده وسلكت على كل اللينات كده هو ولحظوا معايا لما عضيف draw order وعمل back على السيان هو هو اللي مطابق عليهم بالملي مفيش نسبة غلط حتى ولو واحد في المية طب حيزا ابدأ بقى اشف L بالنسبة لي اللي في اتجاه ال write ده طبعا في الرمبات فيبقى نوع الرمبات معمولة بحاجة يعني التصميم بتاعها بتبقى حاجة اسمها planner ان هما الاتنين بيبقوا مع بعض في اتجاه واحد يعني لو ال write بالنسبة لي واحد في المية لو ال write بالنسبة لي سالب واحد في المية بيبقى الليفت بالنسبة لي موجب واحد ده في السوبر الليفجن فابدأ اخد هنا هو السوبر الليفجن ده بقى كده خلاص من غير ما افجروا عشان اعوري حضراتكم حاجة مميزة وابدأ اخدوا سي او كوبي من عند برضو الزيرو هنا هو لحد الزيرو عندي هنا هو وبمنتهى البساطة لما انا عملت الليفت علاء الرائد بالنسبة لي اسهل ما يمكن ليه عشان الاستشانات خلاص انا اصلا دفتها طب ايه اللي مطلوب مني دلوقتي اللي انا كنت خافي اصلا الرايت ابدأ بقى اظهر الرايت بتاعي وده معلش عن غيره لونه عشان انا اعمل التاني برضو باللون الاحمر فليكن عن خليه باللون الاخدر كده فابدأ اضغط على السوبر الليفجن بتاعي ومن سوبر الليفجن فيو بروبيرتز ابدأ اخش على الخصائص ويه انا اسف انا اسف اخش في اللين وابدأ في الرايت اوتسايد لين اظهرها قدام مني واقول له ابلاوي اوكي ايبدأ اظهر قدام مني اهبدأ اطلق بطار للجميع اخش واحد اطلق الاستشيانات وانا سوف اضيفها تاني فبدا دخلهم اطلق بالنسبالي من هنا واضيفين بص بمنت поддерж اطلق بالنسب وهنا اطلق وتضيف السوبر استشيانات وجد traditionally اطلق بطار الاستشيانات انفس signed انفس الواقع opened 1984 طب وعبدأ أخذ من هنا أحط عند الـ end point عندي هنا وعبدأ أخذ من هنا عندي أحط هنا وآخرا وليس آخرا لأنا أخذ من هنا أحط هنا وعبدأ أخذ من هنا أحط هنا أصبح أنا كده السوبر إليبيجن بتاعي لو جيت وقفت على البولي لاين ده ولاحظوا كده وعملت دي أار باك هتلاقي السوبر إليبيجن بتاعي اتعمل في أقل من ثانية وممكن بقى هنا نخش ونعدله في الألوان بتاعته بالخصائص في الـ display طب أنا عايز أضغط علم كلهم مرة واحدة عن طريق اللي أنا أضغط على أول واحدة وأبدأ أنزل تحت وأبدأ أضوش shift و click شمال وأبدأ أخش أشوف أي لون عندي بالنسبة لي وأبدأ مثلا أقول له أنا عايزه إن هو ليكم باللون السيان كده وأقول له apply ok يبقى أنا كده الحمد لله عملت السوبر إليبيجن بتاعي بأبسط ما يمكن وبأسهل ما يمكن من غير حتى نثبت غلط ولو واحد في المية وده إن شاء الله كان فيديو النهاردة أرضو